الراديو تسعين تسعين هواها مصر مكملين حال بلدنا على هوا الراديو تسعين تسعين رامي الحلواني معاك وفي ضيافتنا النهاردة الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جارية الأهرام منوارنا أهلا بحضرتك يا أستاذ رامي أنا المتشرب ربنا نخليك إحنا كنا نوهنا النهاردة إن ضفنا هنتجلب معاه في تفاصيل كتير جدا فيما يتعلق بملف العلاقات الخارجية المصرية وتحديدا العلاقات المصرية الألمانية في ضوء طبعا زيارة الرئيس السيسي الأخيرة النجحة لألمانيا وتصريحات أنجلا ميركل والاتفاقيات وغيرها من المواثيق يعني اللي تم عقدها وإمضاها أبدأ معاك بتصليط الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الألمانيا وهي الزيارة الثالثة منذ تولي الرئيس رئاسة الجمهورية تعالى نعرف كده أو نعرف مستمعينا بشكل مبسط وجهة نظر متابعة للأحداث تمام ومحلل لمجريات الأمور وتحديدا فيما يخص العلاقات الخارجية وأهمية الزيارة بتاعت الرئيس السيسي وتوقيتها لألمانيا الآن هو طبعا إحنا لو بصينا في البداية على العلاقات الخارجية المصرية في الوقت منذ أن تولى الرئيس السيسي وحتى وقتنا هذا هنلاقي أن هي بتتعامل مع القوى الفعلة في النظام العالمي بمعنى لو شفنا هتلاقي فيه أكتر من زيارة تمت للولايات المتحدة الأمريكية أكتر زيارة تمت في ست زيارات تمت لروسيا الصين ألمانيا فرنسا هي دي قوى المؤسرة في النظام العالمي وهي دول أعضاء مجلس الأمن دول أعضاء مجلس الأمن واللي هم مؤسرين بشكل كبير جدا على منطقة الشرق الأوسط لو شفنا منطقة الشرق الأوسط أيضا هنلاقي أن المنطقة دلوقتي فيها كم من الصراعات وكم من الحروب وكم من الأزمات اللي تم خلقها بعد 2011 وحتى وقتنا هذا بعض الدول عادت وبعض الدول لم تعود لغاية دلوقتي احنا شايفين فيه صراعات في أكثر من الدول وخاصة في الإقليم بتاعنا يعني الإقليم حوالي مصر هتلاقي فيه مثلا ليبيا هتلاقي فيه دول الخريج أيضا فيها أزمات كتيرة في اليمن في أفريقيا أيضا فيه أزمات كتير جدا لكن مصر قدرت الحمد لله أنها تعيد مرة نفسها تماسكها طبعا بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالتح سيسي والدور المحوري على مر التاريخ للقضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية طبعا وأيضا دور هام جدا لقوات المسلحة المصرية اللي قدرت أن هي تسيطر على الوضع داخل الدولة المصرية وتسيطر أيضا على الحدود المصرية ولهذا السبب مصر بدأت تمفتح تاخدت فيه مصارين في السياسة المصرية المصر الداخلي وهو إعادة بناء الدولة المصرية وإعادة بناء المواطن المصري وهناك أيضا السياسة الخارجية المصرية مع دول العالم كان الأهمها الدول الفاعلة زي ما قلت الحضرتها كل ما نرتبط بها مع علاقات اقتصادية بشكل كبير أو علاقات عسكرية لو كلمنا في البداية عن ألمانيا بما أن الرئيس عاد من ألمانيا مساء هنلاقي أن ألمانيا من أهم الدول اللي فيه شركات بيننا وبينها من الناحية الاقتصادية هنلاقي أن أكبر الشركات الألمانية هي اللي وقفت بجانب الدولة المصرية في 2014 بعد 2013 و2014 لإعادة بناء الدولة المصرية زي مثلا شركة سيمينز إحنا ما كانشل عندنا كهرباء نهائيا شركة سيمينز هي قدرت أنها تعيد الكهرباء عن طريق محطات الكهرباء الكبرى اللي تم بناءها في مصر هنشوف على المجال العسكري ألمانيا هي من أحسن دول العالم في صناعة أو من أقوى دول العالم في صناعة الغواصات والتعامل مع هذا السلاح بقوة مصر تعقدت على أربع غواصات دولفين وتم استلام غواصتين حتى الآن وبقي غواصتين سيتم استلامهم هناك شراكة كبيرة جدا في مجالات اقتصادية وأيضا تم توقيع اتفاقيات اقتصادية خلال زيارة الرئيس الأخيرة وأخرهم حتى تمت مع الهيئة العربية للتصنيع مع إحدى الشركات الألمانية لأول مرة سيتم في مصر تصنيع مولدات الطاقة داخل عربات القطارات ودي أول مرة يتم تصنيعها في مصر ودي محتاجة تكنولوجيا عالية تم نقل التكنولوجيا من ألمانيا إلى مصر نخلي بالحضرتك فيه نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها خلال الفترة اللي فاتت دي في فرق كبير جدا بين انك تمتلك التكنولوجيا يعني بتستورد مثلا وانك تتعلمها عشان تدري انت المؤثر والمكاعد فيها كيف انك تشتري موبايل مثلا بتكنولوجياته لكن نقل التكنولوجيا انك التكنولوجيا تبقى عندك هنا في مصر ويتم تصنيعها في مصر أعتقد ان هو ده الطفرة كبيرة اللي مصر بتتعامل معها مع الدول الكبرى في الوقت الحالي زي ما شوفنا حضرتك مع فرنسا تم تصنيع أول فرقاطة في مصر الفرقاطة دي على درجة عالية كبيرة جدا من التكنولوجيا أهمها ان هي شبحية يعني فممكن ان انت تستغلها في أشياء أخرى كثيرة جدا في صناعات متخلفة نواطن التكنولوجيا عندنا هنا دي أهم حاجة نقل التكنولوجيا وتوطنها وهو ده اللي احنا ماشينا عليه في الوقت الحالي وفي ناس كثيرة جدا الموضوع ده بعيد عنها لا ده أهم جزئية اللي هي نقل التكنولوجيا زي ما حصل كده مع ألمانيا وتم نقل التكنولوجيا لصناعة المولدات ولما هيكون في نقل التكنولوجيا العلماء عندنا هيطوروها أكتر حالي بقى احنا كمان لنا يعني باع وحيبقى لنا ثقل بالزبط بالزبط انك تمتلك حاجة لكن وانك تمتلك النهو بتاعها كيفية صناعتها دي حاجة تاني فاعتقد ان دي سياسة مصرية حكيمة في الوقت الحالي واعتقد ان دي احنا ماشيين فيها بشكل مميز جدا في جميع القطاعات في الجزئية دي زيارة الرئيس السيسي لألمانيا شهدت مباحثات جيدة بشكل رائع يعني متابعينا كلنا كان حتى المشاركات على السوشل ميديا وواحد تسعين تسعى في الملف ده كانت بشكل إيجابي جدا من المستمعين المصرية الألمانية أشادت بالإصلاح الاقتصادي في مصر ودعت القادة الأفارقة لحزو يعني يحزو حزونا احنا كمصريين فشايف ازاي هذه المكانة أو يعني الانتقال اللي حصل والارتقاء اللي عمال فيه تطور سريع بيحصل للمكانة المصرية عالميا هو أنا عايزة أقول للحضرتك برضو فيه نقطة مهمة جدا بالنسبة لأفريقيا مصر عادت مرة أخرى إلى أفريقيا مع بداية فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة الأولى من 2014 كانت مصر بعيدة بشكل كبير جدا منذ عام خمسة وتسعين أو ستة وتسعين بعد محاولة اغتيال الرئيس الأسبق في أديس أبابا الرئيس الأسبق حسني بورك في أديس أبابا حصل بعديها قطيعة لأفريقيا ما تفهمش بقى يعني نسميها زي ما نسميها لكن هي للأسف شديد مصر بتعدل بشكل كبير جدا عن أفريقيا دخلت العديد من الدول الأخرى في أفريقيا إسرائيل بعض الدول تغلغلت داخل أفريقيا بسبب حالة الفراغ اللي سابتها مصر كانت الدول الأفريقية أيضا وقفة ضدك بعد يونيو 2013 لما تم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي مصر تعلم جيدا أن أفريقيا هي عمقها الاستراتيجي ابتدى الرئيس لم يتغيب عن أي قمة أفريقية في أديس أبابا في علاقات قوية جدا تمت مع أغلب الدول الأفريقية فكان لمصر عادت مرة أخرى الريادة لها في أفريقيا وفي 2019 مصر تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي بجانب أن مصر انشأت قوة هامة جدا اللي هي دول الساحل والصحراء وعملت قوة مشتركة وفي اجتماع لوزراء دفاع دول الساحل والصحراء كل عام لمكافحة الإرهاب في الدول الأفريقية زي ما احنا عارفين الدول الأفريقية وأفريقيا فيها العديد من التنظيمات الإرهابية زي بوكو حرام القعدة داعش الإخوان الإرهابية وخلافه في دول أفريقيا فمصر انشأت القوة المشتركة بين دول الساحل والصحراء ومصر للقضاء الإرهاب إذن أفريقيا مصر وضعها هدف أول لها في تعاملاتها الخارجية ولو شفنا أيضا دي مش أول مرة يتم الإشادة بمصر في تعاملها مع أفريقيا لو شفنا احنا في الصين لما الرئيس كان في الصين وكانت مصر هي اللي بتقود الدول الأفريقية خلال الاجتماعات مصر والصين الأخيرة طبعا لو كلمنا عن الإشادة الألمانية بالاقتصاد المصري هو مش إشادة ألمانية بس فقط خلي بالحضرتك الدول الكبرى دي لا تتعامل معك إلا إذا كانت أنت دولة قوية يعني أنا دولة قوية ألمانيا دولة قوية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا وخلافه فلن تتعامل معك إلا إذا كنت أنت نددا لها نددا لها عندك قوي اقتصاديا قوي عسكريا قوي سياسيا مؤثر في المحيط وده اللي بيحصل للوقت من بناء البنية التحتية وإعادة تطويرها والإصلاح الاقتصادي من مشروع الإصلاح الاقتصادي اللي احنا بنشهده في الفترة الحالية آه تعبنين شوية والأسعار غالية بس الحصاد جاي أكيد الحصاد جاي وزي ما سيادة الرئيس قال قبل كده إن في 3026 هنشوف دولة تانية وهنشوف اقتصاد تاني وهنشوف أعتقد أنه هيبقى فيه تخفيض كبير في الأسعار هيبقى فيه طبعا دولة تانية الدولة يعني هو دلوقتي ما بيتمش دايما الرئيس يقولك أنا ما بنعلنش مسبقا عن إيه اللي بيحصل لكن احنا بنفاجأ بأشياء كتيرة جدا بتتم داخل الدولة المصرية بنشهد طرق افتحات طرق مستشفيات مدارس آآ أي مصروع بتفتحه يعني أي مصروع بنفتحه أو بنتكلم فيه تمام حتى تجاريا بقى يعني كحياة عادية ما بيجيبش سماره أو ما بيعود علي نتائج غير بعد سنة أو سنتين أو تلات سنة على حسن الحجم التاع بالفعل بعد فترة هو يمكن الناس متسرعة شوية محتاجة أنها يعني عايزة تمر بالمرحلة دي للمرحلة الانفراجة أعتقد إن شاء الله بإذن الله في عشرين عشرين هايت أنت خلي بالحضرتك أنت السنة دي خلاص آخر شوحنا مصر مش هتستورد الغاز تاني مرة تانية دي طفرة كبيرة ودي لم تكن تتأتى إلا بعد اكتشاف الحقل الظهر اكتشاف حقل الظهر ده جا نتيجة أن أنت عملت أول كانت من أولويات الرئيس عم فتاح السيسي زيارة قبرص واليونان وترسيم الحدود مع قبرص واليونان لأنك بدون ترسيم الحدود مش هتقدر تنقب عن الغاز الطبيعي أو أي موارد اقتصادية في البحر المتوسط إلا بعد ترسيم الحدود فأول حاجة عملها سيادة الرئيس أنه رسم الحدود مع قبرص واليونان وقدرنا أن احنا نحصل على حقل الظهر